من الناس من يظن أنه لا يتم الحج إلا بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والحق أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من القربات والطاعات التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها المسجد النبوي المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه من الفضائل أن صلاة فيه تعدل ألف صلاة فيه من سواه إلا المسجد الحرم فينبغي للمؤمن إذا تيسر له ذلك أن يشد الرحلة إلى المسجد الحرم لكن ينبغي أن يفهم وأن يعلم أن ذلك ليس له صلاة بأعمال الحج بل هو عبادة مستقلة تكون في الحج وتكون في غير الحج ليس له علاقة بأعمال الحج ولا صلة له بإكمال النسك النسك هو فيما يتصل بالمجيء إلى بيت الحرام والأعمال التي تكون مرافقة لهذا المجيء من وقوف بعرفة ومزدرفة وميناء ورمي الجمار وما إلى ذلك ولهذا ينبغي أن يعلم أنه من أتى إلى مكة ورجع إلى بلد دون أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا نقص في حجه وحجه تام وأما الحديث الذي يذكره بعضهم من حجه ولم يزورني فقد جفاني فهذا حديث لا خلافة بين أهل العلم أنه لا يثبت وأنه لا يصح وأنه لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل الثابت الذي لا ريب فيه أنه لا علاقة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ولذلك لم يأمر أحدا بأن يأتي إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وعليه بعد الحج ولو كان ذلك مسنونا أو واجبا أو لا يتم الحج إلا به لبينه صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها اللهم تبعنا أثاره واسلك بنا السبيل وعنا على الطاعة والإحسان وفقنا إلى ما تحب وترضى